تكريما لنجاحات وإنجازات المرأة السعودية في مختلف المجالات وفي جميع مناطق المملكة جاءت جائزة المرأة السعودية المسؤولة راعية لتسلط الضوء على هذه النماذج المشرفة بهدف رعايتها المرأة هذه مرأة إنسانة عظيمة الله سبحانه وتعالى خلقها للسكن وهي الآن اليوم تاخد ثمارها وجهدها يكرم لأول مرة الفئة المكرمة هي فئة المرأة من بيتها هذه فئة رائعة أحب أقول لهم الله أكرمني والله أنعمني وما كرمت إلا من شقة عمري وتعب حياتي وغلبي اللي تغلبت في الدنيا وأنا ضرير أشتغل وأغسل واكوي وألبس وأدي مدارس وأجيب جائزة راعية وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة تستهدف تكريم المرأة السعودية المسؤولة في خمس فئات وهي راعية الأسرة، راعية التعليم، راعية الإبداع والابتكار، راعية المجتمع والراعية الواعدة أنا جدا ممتنة يعني الواحد لما يجد تقدير وتكريم في بلده لو طاعم يختلف تماما عن أي تقدير وتكريم في أي مكان تاني المشاركتين كلها كانت عبارة عن ابتكارين لخدمة المكفوفين الابتكارين هذه كلها تخدم المكفوفين من حيث أنها تقلل ناحية صرف تكريم المادية لهم وبرضو أنها توسع مجال قراءة الكتب عندهم بحيث أنها تفتح لهم مجال أنهم يقرون أي كتاب يبعونه بدون ما ينطبع بلغة برايل تأتي جائزة راعية التي نظمتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبرعاية الأمير خالد الفيصل لتسليط الضوء على نماذج ناجحة لتقتدي بها شابات المستقبل ويفتخر بها الوطن من جدة حنان بخاري العربية